قلوب بين أطلاع البرايا وتكمن خلفها كل الحكايا فمن قلب كمثل الصخر قاس وقلب أوغلت فيه الخطايا وقلب صار معدلا مريضا وليس بوسعه إلا الشكايا وقلب أجرد مثل الصراج والمشكات ما بين الحنايا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي ولازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن القلب المريض وقد أنهيت الحديث في اللقاء الماضي على سبيل الاختصار في أسباب أمراض القلوب بنوعيها من الشهوات والشبهات فتعالوا بنا باختصار شديد أيضا كما بينا ذلك في صفات القلب السليم في القرآن والسنة وصفات القلب الميت في القرآن والسنة تعالوا بنا لنتعرف أيضا على صفات القلب المريض في القرآن والسنة القلب المريض مريض قلب مريض هذه أولى صفاته قلب معتل ليس سليما ليس صحيحا قلب فيه سبب حياته وفيه سبب عطبه وهلاكه ومرضه ومن هذه الصفات أنه قلب لاهن في لهو وفي سهو وفي غفلة قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ليه ليه لاهية قلوبهم آه فنسب اللهو إلى القلوب لاهية قلوبهم فغرق القلوب في اللهو واللعب وانشغالها عن الله وعن الغاية التي من أجلها خلقت الحياة وعن الآخرة التي سنقف فيها للحساب بين يدي الله وانشغال القلوب عن كل ما حداها إليه القرآن الكريم ونبهها إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعن كل هذا سبب لمرض القلب بل سبب للخذلان والخسران وقد مدح الله المؤمنين بعدم الله فقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بي عن ذكر الله الآيات وذن الله الكافرين باللهو تدبروا معي هذا الحوار بين أهل الجنة وأهل النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون فالقلوب اللاهية قلوب مريضة قلوب مريضة ومن صفات القلب المريضة أيضا مع لهي أنه قلب زائغ الزيغ هو الميل عن طريق الحق والخير والنور والهدى والاستقامة الزيغ داء عضال يرتكس به القلب وينتكس ويحور بعد الكور القلب الزائغ من علاماته ولا حول ولا قوت إلا بالله اتباع المتشابه كما قال ربنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله من علامات الزيغ الهوى والانحراف عن طريق الحق والخير والوداء الشك في ثوابت الدين وما أكثر هذا الآن بل لا يكتفى بالشك فقط يعني لا يكتفى الإنسان بالشك في أصول الدين وثوابته بينه وبين نفسه بل يخرج ليشكك هو في أصول الدين وليطعن في ثوابت هذا الدين من قرآن وسنة إلى غير ذلك ومن علامات الزيغ تقديم الرأي والهوى على الأدلة الشرعية المعتبرة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك انتبه سأعطيك الآن ميزانا في غاية الدقة من كلام صحابي جليل هو أمين السر النبوي هو حذيفة بن اليمان قال حذيفة رضي الله عنه من أحب منكم أن يعلم هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن كان يرى أمرا ما حراما ثم أصبح يراه حلالا أو كان يرى أمرا حلالا ثم أصبح يراه هو هو حراما فليعلم أنه قد أصابته الفتنة فليعلم أنه قد أصابته الفتنة قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم خلي بالك من القرآن وجماله وجلاله زيغ القلب ليس أصلا في القلب لم يخلقه الله جل جلاله في القلوب حاشا وكل بل خلق الله الخلق جميعا على فطرة التوحيد والإيمان لكنهم عوقبوا بالزيغ لأنهم اختاروه لأنفسهم لأنهم فضلوا الزيغ على الهدى لأنهم خرجوا عن سبيل الطاعة والحق إلى سبيل الضلال والمعصية والشقاء فزيغوا القلب إنما هو عقوبة عادلة من الله لإصرارهم على الزيغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين أي لا يهدي القوم الخارجين عن سبيل الطاعة ومنج الحق والهدى ولذلك قال سبحانه فأما ثمودوا فهديناهم هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهوني بما كانوا يكسبون أيضا من صفات القلب المريض أنه قلب غافل في غفلة ولا تطع من أغفلنا قلبه آه انتبه للقرآن أنت تقرأ الآيات ولا تطع من أغفلنا قلبه قلب غافل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة والقلب الغافل صاحبه على خطر عظيم وكما قلت في برنامج الغفلة كما يذبل الورد ويموت وكما يذبل الزرع ويموت بالغفلة عن سقياه كذلك يذبل القلب ويموت بالغفلة عن سيده ومولاه كذلك يمرض القلب بل ويموت ويموت بالغفلة عن سيده ومولاه فغفلة القلب من أعظم وأخطر العوائق التي تعوق سير العبد السائر إلى سيده ومولاه ومن أعظم وأخطر القواطع عن عز الدنيا وشرف الآخرة والقلب الغافل عن الله وعن الغاية التي من أجلها خلق الله هذه الحياة والقلب الغافل عن الموت وعن الآخرة لا يدرك دلائل الهدى ولا تأثر بآية ولا توقف عند حديث ولا تهزه معظة ولو كانت هذه المعظة بليغة ولو كانت قرآنية ولو كانت نبوية فضلا عن أنه لا يمكن بعد القرآن والسنة أن يتأثر بموعظة عالم ولو كان بليغا فالقلب الغافل عن الله وعن رسوله قلب لا يفهم ولا يفقه ولا يعي عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يفسرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بلهم أضل أولئك هم الغافلون ولا يستطيع العبد يا إخواني وأخواتي أن يبدأ السير إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا تخلص من مرض الغافلة كما يقول شيخ بن القيم لله دره فأول منازل العبودية اليقظة اليقظة من إيه اليقظة من غفلة القلب أول منازل العبودية اليقظة من غفلة القلب ثم الفكرة ثم البصيرة ثم العزم على موصلة السير إلى الله تبارك وتعالى وإن كثرت عليه الفتن والمحن بنوعيها فأول المنازل اليقظة وينزعاج القلب من روعة الانتباه من رقدة الغافلين وما أنفعها وأعظمها والله من روعة هي من أعظم الأسباب التي تعين العبد على موصلة السير إلى الله تبارك وتعالى فالعبد لا يقطع منازل السير إلى الله إلا بقلبه وهمته وإرادته وعزمه لا ببدنه فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وإلا فلو ظل الإنسان في غفلة لن ينتبه ولن يستيقظ ولن يشمر عن ساعد الجد ليسير بهمة عالية وإرادة جازمة وعزيمة صادقة إلى الله تبارك وتعالى فالغفلة فغفلة القلب سلم الحرمان وطريق الخذلان وسبيل الخسران ولا يغفل عن الله الرحيم الرحمن إلا من لم يعرف الله إلا من لم يقدر الله جل جلاله حق قدره ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قدر العبد ربه جل وعلا حق قدره ما غفل قلبه عن الله سبحانه وتعالى من صفات القلب المريض أيضا أنه قلب أعمى وإذا استحكم العمى واكتمل العمى انتقل هذا القلب من القلب المريض إلى القلب الميت أفلم يسيروا في الأرض فتكون لم قلوب قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فليس العمى عمى البصر كما ذكرت قبل ذلك ونتحدث عن القلب الميت وإنما العمى عمى البصيرة وعمى القلب فعمى القلب أخطر من عمى البصر بل إذا عمي القلب لا ينفع نور البصر لأن الإنسان إذا عمي قلبه ستخبط في حنادس الظلام وربما إذا زاد العمى وقع في شرك وقع في الكفر وقع في النفاق الأكبر وحينئذ يكون الشيطان قائده إلى كل الشرور إلى كل شهوة وإلى كل شبهة فالقلب الأعمى يقود صاحبه إلى كل معصية محرمة صغرت أم كبرت لأنه حينئذ لا يوصر نور الحق والهدى والقرآن والسنة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فالعمى إن استحكم تحول القلب من قلب مريض إلى قلب الميت فمن اتبع هدايا فلا يضل أبصارهم وفقدوا نور البصر لكنهم لم يحرموا التوحيد ولا التوفيق بنور البصيرة وكم من أناس يحملون أبصارا حادة لكنهم بهذه الأبصار وقعوا في الضلال وقعوا في حفر الهوى وقعوا في حفر الشهوات وشباك الشبهات لأنهم عميت بصائرهم وعميت قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذن عمل قلب قد يكون جزئيا وقد يكون كليا على قدر الذنوب والمعاصي فشتان شتان بين النكتة التي تنكت في القلب بالسواد لأثر الذنب وبين أران الذي يعل القلب كلما كثرت نكت السواد في القلب فرق كبير فلا شك ولا ريب أن القلب يتأثر بالذنوب والمعاصي تأثرا بالغا كبيرا فشتان شتان بين الكبيرة وبين الصغيرة وشتان شتان بين أن يستحل المرء المعصية ولو كانت هينة وبين آخر يقع في المعصية وربما تكون كبيرة لكنه منكسر ذليل إلى ربه تبارك وتعالى كلما تذكر الذنب بكى وتاب إلى الله وثاب وأناب ورجع شتان شتان بين هذا وذاك إذن يا إخواني قد يستحكم العمى في القلب ويطبق عليه بالكلية فيحول هذا العمى القلب من صفة القلب المريض إلى القلب الميت وقد ذكرت قلب تمدوه مادتان مادة إيمان ومادة نفاق ولما غلب عليه منهما فإن غلبت مواد الإيمان على القلب صار إلى القلب السليم أقرب وإذا غلبت مواد النفاق بنوعيه أقصد نفاق الاعتقاد ونفاق العمل صار القلب إلى القلب الميت وإلى القلب المريض أقرب ولا حول ولا قوة إلا بالله فمن أخطر صفات القلب المريض أنه قلب أعمى ومن صفات القلب المريض أيضا أنه قلب غليض لكن تعالوا لنتعرف على صفة الغلظة والقسوة والشدة في القلب المريض وقد تعرضت لها في القلب الميت وذلك في اللقاء القادم إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلب أجرة مثل السراج هو المشكات ما بين الحنايا هو المشكات ما بين الحنايا وقلب ناصع يقظ سليم بفطرته تجملت السجايا فثبت يا إله العرش قلبا منيبا يحتمي بك في حشايا